أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رك منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دعفع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فضيل يومئذ للمكذبين الذين هم في خاض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إسلوها فاصبروا أو لا تصبروا سباء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيا بما كنتم تعملون متكين على سرر مسفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم زريتهم بإيمان ألحقنا بهم زريتهم وما ألدناهم من عملهم من شيء كل أمرهم بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحب مما يشتغون يتنازعون فيها كأس لا لغب فيها ولا تعسيم ويتوف عليهم غلمان لهم كأنهم لعلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربس به ريب المنون قل تربسوا فإني معكم من المتربسين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوّله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرب مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا صحاب مركون فزرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم يعصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر